الرقمنا والتحاول الرقمي واهتمام ودارة استقافة على التطور واهتمامكم على التواصل مع التكنولوجيا خاصة أنه لفترة من الفترات احنا كنا الأنين على الهوية المصرية والثقافة المصرية من التكنولوجيا والسرعة الحصول على المعلومة والاختراق اللي حصل بشكل كبير جدا من خلال الانترنت وأنه قد إيه ولادنا وقد إيه كل الشباب النهار ده سهل أن هم يتم اختراقهم بشكل سريع جدا من خلال التكنولوجيا أعتقد أن أنتم اهتميتوا جدا بده وطورتوا جدا ده وتعاملتوا بشكل جيد جدا مع ده خليني أقولك أننا في هذا المجال نشتغل على محورين محور فيما يخص التوصيق الرقمي للكتب والسينما وحماية تراصنا من خلال رقمانته وتحوله لديجتاليز ده محور محور التاني تم إطلاق مبادرة مهمة جدا هي أنا رقمي المبادرة دي بتشتغل على تدريب الأطفال تعلمهم البرمجة الابتكار وبعد كده حيتم تنفيذ ما تم تعليمه من خلال مسابقات حيتم طرحها وفي المرحلة التالتة إن شاء الله حيكون في تسويق للمنتج الرقمي اللي خرج من الأطفال ده برضو أحد المحور المهمة المبدع الصغير فيها فرعة مهمة جدا هو فرعة الابتكار والتطبيقات الرقمية وقد إيه برضو هنرجع بقولك قد إيه أطفالنا مبدعين قابلنا منهم كتير جدا لمعرض الكتاب وكنا في منتهى السعادة جدا فده كله بيصب فيه فكرة إن إحنا ننتقل إلى جيل رقمي مبرمجين أطفال على مستوى التقدم اللي بتشهدوا هذه المجالات كمان التوصيق زي ما قلت حضرتك ده جزء مهم جدا لتراصنا لتاريخنا لوسائقنا لكتبنا أكتر من 30 ألف كتاب تم رقمنيتهم بشكل كامل ده طبعا بالتعاون مع وزارة الاتصالات التراصنا الموسيقي اللي موجود في دارة الأبرى المصرية كمان تم توصيقه ورقمنته أكاديمية الفنون كمان لها حظ من رقمان التراص اللي موجودة عندها والتاريخ اللي موجود عندها الثقافة والجمهورية الجديدة وأهم المشروعات الثقافية اللي بتقوموا بيها في العاصمة الإدارية الحقيقة إن الدولة المصرية زي ما تكلمنا دايما كان بتولي المشروعات الثقافية اهتمام وأنا هنا بتكلم كمان مش بس كوني مستشار إعلامي ولكن كمواطنة مصرية ومتقصصة في الشأن الثقافي وفخورة بما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة عندنا واحدة من أهم المدن الثقافية عندنا مدينة الثقافة والفنون اللي بتحوي متحف للأثار من أهم المتاحف الآثارية اللي موجودة في مصر كمان عندنا واحدة من أهم المكتبات اللي موجودة هناك درق أبرة من أفخم وأجمل وأروع دور الأبرة اللي موجودة مش بس في مصر ولكن في العالم لكله هيكون جزء رئيسي من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتعريف بثقافنا وبهويتنا وبفنوننا للعالم كله أهم المشروعات اللي بتهتموا بيها في وزارة الثقافة للفترة اللي جاية إن شاء الله الحقيقة الفترة اللي جاية هتشهد زخم ثقافي والعديد من الأنشطة الثقافية إن شاء الله هيكون عندنا انطلاقة قريبة لمهرجان العالمين اللي هيشهد في نسخوت التانية مجموعة من الفاعليات مش بس هتكون فيه أيام الويك اند لكن طوال الأسبوع وزارة الثقافة هتتعاون بشكل كبير مع الشركة المتحدة هيكون فيه أنشطة للطفل هيكون فيه أنشطة للتراثية هتقدم تراثنا وهويتنا لزوار العالمين إن كنا السنة اللي فاتت توقعنا مليون زائر فإحنا السنة اللي إن شاء الله هنتنتظر أكتر من الرقم ده بكتير هنعرف بثقافتنا وبهوياتنا دي من المشروعات المهمة الوزارة إن شاء الله خلال أيام حيتم إطلاق مبادرة مهمة هي مصر تقرأ هيكون هدفنا إن احنا ننشر الكتاب في كل مصر من بين المشاريع المهمة كمان هيكون فيه اهتمام بالمتاحف عندنا المعرض العام بيعمل حاليا بمشاركة أكتر من 300 فنان تشكيلي عندنا المتاحف المصرية المتعددة اللي بدأوا المصريين كلهم إن هم يشوفوا متاحف القومية والفنية من أهم المشروعات كمان اللي بتشتغل عليها الوزارة فكرة إن يكون فيه أنشطة لأبنائنا وأهلنا اللي انتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة خلال مجموعة من الأنشطة اللي بتتقدم في زهرة العاصمة الإدارية الجديدة كلها أنشطة وفعليات مهمة حنشهدها خلال الفترة القادمة إلي جانب الفعليات والأنشطة اللي بتقدم بشكل دوري كمان عندنا ثقافتنا في أجازتنا ده برنامج سنوي بيتم تقديمه لأبنائنا في كل مصر بالتزامن مع أجازة الصيف عشان يكون دايما نصفهم ثقافة وإبداع وفن ترجمة نانسي قنقر